بهذه المناسبة جدد رئيس الوزراء العهد للرئيس السيسي ببدل الحكومة المزيد من الجهد والعطاء كي تتمكن الدولة تحت قيادته من استكمال مسيرة العبور العظيم سعيا لتحقيق غد أفضل للشعب المصري ينعم فيه بحياة كريمة كما وجه رئيس مجلس الوزراء خالص التهنئة والتقدير لعمال مصر في مختلف القطاعات الذين يقدمون نماذج مضيئة في البدل والعطاء